وها هي أصنام الفساد وأزلامه التي عاثت في مقدرات العراقيين وخيراتهم وقوتهم لسنوات تتساقط تباعا كالتساقط الأوراق في فصل الخريف وها هو القضاء العراقي النزيه يقول كلمته الفصل مرة أخرى بحق فاسد آخر يضاف إلى قافلة من سبقوه من الفاسدين ولكن هذه المرة في هيئة الاستثمار الوطنية إحدى الدوائر الحكومية المهمة حين ظن المدير العام لدائرة النافذة الواحدة فيها سعد جميل هويدي أنه محصن في وجه القضاء وأنه لا أحد أقوى من جاباروته وفساده ولكن لا صوت يعلو فوق صوت القضاء واليد التي تمتد لنهب العراقيين أو ابتزازهم ستطوقها الأغلال وإن طال أمد الفاسدين سقط إذا فاسد آخر طالما عاث بالإدارة التي اتمن عليها وخانها فقضايا الفساد الموجهة ضد المذكور كثيرة ولعل أبسطها أخذه رشوة مقدارها 300 ألف دولار من شركة استثمارية بخصوص مشروع الرحاب السكني وأظهرت وثيقة أمر القبض الصادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد هويدي وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل وهو قرار يختص بمعاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة فيما تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات هذا ويشار إلى أن دائرة النافذة الواحدة إحدى أهم دوائر هيئة الاستثمار وأكثرها صلة بالتعامل بين الدولة والمستثمرين والتي طالتها شبهات فساد عديدة خلال السنوات الماضية مذكرة إلقاء القبض على سعد جميل هويدي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء العراقي هي تأكيد جلي على نزاهة القضاء العراقي وقوته وخطوة عظيمة تعيد للعراقيين الثقة بنزاهة قضائهم العادل والقوي والذي لا يخشى العابثين ولا يهاب الفاسدين تكتب عليه اشتركوا في القناة